أما كنيستنا القبطية الأرثودوكسية برئاسة قداسة البابا تودرس الثاني قال العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين وقالت الكنيسة في بيانها اليوم إذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم قل أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال وأن يعطي طمأنينة طمأنينة للعالم كله وعاشت الكنيسة القبطية الأرثودوكسية ومن قلب القاهرة مصر أظهر وكنيسة بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح